ازايكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ السؤال كان كالقاتي كم يجب ان تكون نسبة هرمون الحمل حتى يظهر كيس الحمل؟ طبعا يعتبر ظهور كيس الحمل من اول العلامات اللي بتدل على الحمل يمكن رؤيتها عن طريق الموجات الفوق الصوتية وبيكون في الاسبوع الخامس من الحمل لما يكون هرمون الحمل بين الالف وخمسمية الى الالفين وبيزداد حجم الكيس ده مع مرور الاسابيع الى ان يصل الى الاسبوع العاشر من الحمل وبعد كده يبدأ حجم كيس الحمل ده يقل او يختفي تدريجيا طب يا ترى ايه اسباب ارتفاع هرمون الحمل ولما بيتم الفحص ما بيلاقيش فيه كيس حمل؟ بيرجع ده الى ممكن ان انت اجريتي او الدكتور اجرأ الصنار في وقت مبكر من الحمل فبالتالي مش هيبقى فيه كيس مرقي بالموجات الصوتية قبل 3 اسابيع من الحمل اما لو تتجاوزتي الاسابيع الخمسة فيمكن رؤية الكيس اما بقى لو ارتفع النسبة عن الفين وبرضه الدكتور ما قدرش يشوف كيس فمعنى كده ان ممكن يكون هناك بعض المشاكل زي حمل خارج الرحم وطبعا ما بيكون الكيس فارغ او مفقوش جنين او حصل اجهاد مبكر او كيس منسي نتيجة للاجهاد ولسه الهرمون مازال نسبته عالية طبعا النتيجة هنا كانت 1500 وكانت السيدة هنا في الاسبوع الخالس فلو تم فحصة بالموجات الفوق صوتية هيتم بالكشف عن وجود حمل موسيقى